مئة وسبعة وستون حزبا ينضوي أكثرهم في واحد وعشرين تحالفا سياسيا لخوض الانتخابات المبكرة في العراق تلك التي من المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول والتي تراهن عليها الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة منذ الغزو الأمريكي من أجل تجديد سلطتها والسمرارها في حكم البلاد بينما البعض يروج لأنها ربما تمثل فرصة للتغيير غير أن للشعب حسابات أخرى فالعراقيون لا يرون في هذه الانتخابات فرصة للتغيير وإنما يعتبرونها مجرد محاولة مكررة لتدوير الأجوه السياسية على مقاعد السلطة وهو ما يتوافق مع ما ذهب إليه نواب في البرلمان الحالي إذ أقر نائب جمال كوجر بأن تغيير الخارطة السياسية الحالية في العراق شبه مستحيل لأن الأحزاب الكبيرة لا تزال تسيطر على المشهد السياسي بل إنها عدلت القانون بما ينسجم مع طموحاتها في المرحلة المقبلة القانون الانتخابي الجديد بحسب مراقبين لم تشارك في إعداده قوى ثورة تشرين وبالتالي فمن المستبعد أن يستفيدوا منه لأنهم موزعون على المحافظات وليس لهم تجمع سياسي يتحدث باسمهم كما أن المال السياسي الفاسد وسلطة لدى الأحزاب الكبيرة التي لن تتراجع بسهولة عن تصدر المشهد وحظ المكاسب السياسية والمادية وبالنظر إلى الشكوك لدى المواطنين بشأن قدرة الحكومة على حماية مراكز الاقتراع من تهديدات الميليشيات وتدخلاتها وتأمين حياة المرشحين ومراقبين مراكز الاقتراع وكذلك الناخبين فإن الثقة تكاد تنعدم في جدوى الانتخابات وقدرتها على تغيير الواقع العراقي لسيما في ظل استهداف تلك الميليشيات لناشطي ثورة تشرين واغتيال نحو ألف متظاهر سلمي وجرح ما يقرب من ثلاثين ألفا آخرين الأمر الذي يدعم دعوات مقاطعة الانتخابات باعتبار أنها لن تقدم للعراق سوى إعادة لترتيب نفس الوجوه الفاسدة التي أفقرت العراق ونهبت مقدراته على مدى أكثر من ثمانية عشرة سنة مضت اشتركوا في القناة